تحت رعاية ملكية سامية وفي بداية الحفل ألقى سعدت الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي كلمة نقل خلالها للحضور تحيات وتقدير ملك البلاد المعظم لتدشين جائزة دولية كريمة تحمل اسم جلالته كقائد استثنائي يملك منهاج عمل مستنير لترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز عالمي لتعزيز التقارب الحضاري بين أتباع الأديان ومختلف الثقافات مضيفا أن الجائزة تحمل في طياتها معاني مهمة ودلالات رمزية عميقة فهي تؤكد النهج الملكي الأصيل لتعزيز التعايش والتسامح ونشر ثقافة الإخاء والتضامن مؤكدا في الوقت نفسه أن الغاية من إطلاق الجائزة هي أتاحة المجال للتنافس الدولي في كل ما يدعم التعايش والسلام والمحبة فكرا ونهجا وممارسة إلى ذلك أشهد رئيس مجلس الأمنة بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أن علاقات التعاون والصداق الوثيق القائمة على التحالف الاستراتيجي بين البلدين الصديقين تشهد تقدما كبيرا على كافة المستويات نجتمع هنا اليوم لندشن جائزة عالمية أطلقها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ونحتفل بقصة فريدة عن مملكة البحرين ورؤية جلالة الملك المعظم في حرية الأديان والتعايش السلمي حول العالم من المناسب تواجدنا هنا في لوس أنجلوس حيث هوليوود هذا المكان الذي له القدرة المميزة على صنع روايات مذهلة والبحرين تمتلك قصة نجاح وتاريخا عريقا يشجع التعدد ويحتضن تنوع الثقافات فالتعايش السلمي قد يمثل غاية بعيدة المنال إلا أنه في مملكة البحرين قد أصبحت حرية الأديان والتعايش السلمي ركيزة من ركائز المملكة هذه الليلة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يسعد بإطلاق جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي وهي جائزة عالمية تكرم برامج ومشاريع فريدة من نوعها حيث تأتي من منطلق رؤية البحرين لحرية الأديان والتعايش السلمي هذه الجائزة ستمنح للأفراد أو المنظمات التي احتضنت رؤية جلالة الملك المعظم وستمنح بشكل سنوي في احتفال بمملكة البحرين ستأخذ الجائزة في الاعتبار أهم قيمتين لمملكة البحرين وهما حرية الأديان والتعايش السلمي وهما قيمتان تبلورتا خلال خمسة آلاف عام وعبر مختلف الأجيال المتعاقبة الأمر الذي مكننا من تطوير الاحترام المتبادل دون تمييز وستواصل مملكة البحرين دورها الكبير في كونها دولة احتضنت الجميع من مسلمين ومسيحيين ويهود وهندوس وبهائيين وسيخ وبوذيين ومكنتهم من ممارسة ديانتهم بانفتاح وحرية هذا التاريخ العريق وضع الأساس لوثيقة مهمة أصدرها المركز من خلال إعلان مملكة البحرين الذي أطلق رسميا هنا في لوس أنجلوس عام 2017 هذا الإعلان يقود شعوب لطريق السلام والاستقلالية ويحتفل بحرية الأديان والتعايش السلمي واليوم إعلان البحرين يبقى الأساس لكل الأعمال والبرامج التعليمية لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أملا في عالم يسوده السلام وإيمانا بهمية التعايش السلمي بين كافة الأديان ومختلف الجنسيات وأرساء لمبادئ الإنسانية جاءت جائزة الملك حمد للتعايش السلمي لتحمل بين ثنيها أهدافا سامية تدعو إلى ضرورة التعايش وقبول الآخر ونبد العنف والتطرف والتحدث بلغة واحدة هي لغة الإنسانية نفخر بالإعلان عن جائزة الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب الجلالة كقائد ملهم يمتلك فكر مستنير لتعزيز مكانة مملكة البحرين الدولية كمركز عالمي لتعزيز روح التسامح والتعايش والتآخر إنساني هذه القيم النبيلة التي قام عليها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والآن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي وهي قيم نبيلة وسامية يجب أن يكون لها سيادة على العنصرية والتطرف والتعصب الغاية من هذه الجائزة هي تعزيز روح التنافس الدولي في كل ما يدعم السلام والتعايش ونأمل أن من خلال هذه الجائزة ستتضافر الجهود الأقليمية والدولية في تعزيز هذه القيم النبيلة التي قام عليها هذا المركز المميز نكن كل الاحترام إلى جلالة الملك المعظم ولقد التقيت به إدة مرات هو شخص رائع جدا تربطني به علاقة رائعة هذه الجائزة هي استثنائية ولا مثيل لها في العالم أجمع فهي تدعو إلى السلام وتقبل الآخر من وجهة نظري إنها جاءت في الوقت المناسب نشكر جلالة الملك المعظم على هذه المبادرة الرائعة نعود اليوم إلى لوس أنجلوس لتدشين جائزة عزيزة على قلوبنا تحمل اسم جلالة الملك المعظم هذه الجائزة التي تعبر عن ثقافة مملكة البحرين وما تشهده من تعايش هذه الجائزة دولية وسوف تكرم كل من يدعو إلى السلام والتعايش وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أثنى على مملكة البحرين ووصفها بالوجه المشرق إن تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين لجائزة الملك حمد للتعايش السلمي هو تتويج للجهود المستمرة في إرساء المبادئ الإنسانية الخاصة بالتعايش فهذه الجائزة الدولية هي تكريم لجميع محبي السلام والعاملين على تحقيقه ونشره بين كافة الشعوب وهي مكملة لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة كل أنواع التطرف والتمييز من المهم جدا أن نكون هنا في لوس أنجلوس لندعم هذه المبادرة الرائعة حيث أن الجائزة هي تعبر عن طبيعة مملكة البحرين وما تعيشه من تعايش وتعددية واحترام لجميع الأديان والجنسيات نحن نثمن تدشين هذه الجائزة ونشكر جلالة الملك المعظم هذه الجائزة لها صادة كبيرة ويكون عليها التفاعل والسباق للأشخاص الذين لهم باع طويل في التسامح وفي العايش السلمي وهذا هدف الجائزة ونحن اليوم دائما نقول التسامح يجب أن يعمل عالم كله ونحن سعيدين جدا أن مملكة البحرين لنا سمعة كبيرة بالنسبة للتسامح والتعايش السلمي إن تدشين هذه الجائزة اليوم هو استمرار للجهود والمبادرات الإنسانية والتي كانت تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك المعظم الداعم الأول لكل مبادرة تؤدي إلى السلام وكل أمل يشق طريقه نحو تحقيق التعايش السلمي ونشر ثقافة المحبة والتعاون بين البشرية جمع اليوم بالإعلان عن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تضع مملكة البحرين بصمة جديدة وتكتب قصة نجاح أخرى في لوس أنجلوس قصة مفادها بأن لابد أن تكون لغة التعايش والسلام هي لغة الإنسانية جمعة سهير عصفور لتلفزيون البحرين لوس أنجلوس